قانونيون وصفوا الأوضاع في محافظة كاركوك بالكارفية مشهد معقد لآلية تقاسم السلطة والمناصب الإدارية في الدوائر الحكومية تقاسم على أسس قومية وحزبية وحتى عشائرية ومذهبية مشهد انعكس سلبا على الواقع الخدمي للمحافظة التي دخلت عامها الثالث بعد عمليات فرض القانون وإعادة انتشار القوات الاتحادية فيها الدستور أكد وذكر أن إدارة الدولة يشترك فيها كل مكونات العراق ما معنى هذا أنه يجب أنه كل القوميات أو المكونات تشترك في إدارة الدولة لكن عندما تأتي في محافظة كاركوك أنه مديري العامل التربية أنه هذا مخصص للتركمان فقط أو الدائرة الفلانية مخصصة للكرد فقط أو الدائرة الفلانية مختصة للعرب فقط هذه كارثة وليست هناك أي مرجع قانوني أو سند قانوني لهذا التوزيع ضاعت هنا الكفاءة في هذا الموضوع المهنية ضاعت في هذا الموضوع بسبب المحاصصة التي أثبتت فشلها في العراق عمومة وكاركوك خاصة وبالتالي خاصة في المشاريع الخدمية انعكاسات الاتفاقات السياسية في توزيع المناصب بدت واضحة على الموقف الخدمي بالمدينة آخرها مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعزوف المصابين عن الرقود في مستشفيات المحافظة لعدم جاهزيتها فضلا عن التلقئ في تنفيذ عشرات المشاريع الخدمية مما راكم النفايات في الشوارع العامة والرئيسية التي تشكل الواجهة الأساسية لكاركوك الأوضاع التي نعيشها مثلا تغيير مناصب رؤساء الدوائر كمدير أو غيرها من هذه المناصب نحن لا نستفاد منها أي شيء لا نستفاد من هذه المناصب التي جاء تغييرات روتينية للأحزاب فقط في مدينة الذهب الأسود لا حصة للمواطن بسبب صراع ممثليهم في البرلمان والحكومة المحلية والأحزاب على توزيع المناصب الإدارية وفق اتفاقات المحاصصة السائدة كباقي مناطق العراق بقاء الوضع الراهني على ما هو عليه في كاركوك سيقلل من حظوظ القيادات السياسية المتصدرة للمشهد في الانتخابات المقبلة فضلا عن مخاوف من تأجيج الشارع للخروج بتظاهرات للمطالبة بحقوق المواطنين الذين يرون أن تلك المحاصصة أضرت بهم عمر الهلالي الحرة كاركوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة